من جهته أكد قائم مقام تكريتا الدكتور عمر طارق أن افتتاح جسر تكريتا الرئيسي والذي يربط محافظة صلاح الدين مع باقي المحافظات الأخرى سيسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية تم افتتاح هذا الجسر الرئيسي ليربط محافظة صلاح الدين ومركزها مع بقية المحافظات وبقية الأقضية كما هو معلوم أيضا حركة الزحامات التي كانت تحصل في بداية الدوام الرسمي وخصوصا أيام بدء العام الدراسي ودوام الكليات والمدارس كل هذا بسبب كان هذا الجسر متضرر نتجة دخول التنظيم الارهابي إلى مركز محافظة صلاح الدين عام 2014 ظافرت كل الجهود اليوم وهذه الفرحة التي تشوفوها اليوم الحمد لله والشكر تم إنجاز هذا العمل بمواصفات عالية من قبل الجهة المنفذة شركة الفاول العامة طبعا بتضافر كل الجهود كما أشرت الوزارة البلديات والإسكان بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي قدمت من محافظة صلاح الدين كأعمال تكميلية لإظهار الجسر بالمظهر اللائق اليوم المعاناة التي كانت سابقا انتهت لدينا إجراءات مع مرور صلاح الدين في تنظيم حركة السيارات في الجسر الرئيسي والجسر البديل الذي كان استخدم سابقا